بدأ فريق الجهد الخدمي منذ العام 2022 بثلاث مناطق وتوسع العمل بعده بسبعة مناطق إلى أن وصلت المرحلة الأولى 34 منطقة انجزت المرحلة الأولى بالكامل بدأنا بالمرحلة الثانية 21 مشروع هناك أعمال تشمل أعمال بنى تحتية الماء المجاري الترابية السبيس الباور كيرفر والتبليط المرحلة الثانية وصلنا إلى بعد أن انجزنا كافة هذه الأعمال الآن في مرحلة التبليط منطقة بوب الشام من المؤمل أربعة مناطق ستنجز خلال سبوعان من هذا التاريخ انجزت يوم أمس منطقتين منطقة البيارق والجلعطة وأيضا هناك مناطق عشوائية في الصدر الثانية انجزت قبل يومين أيضا منطقتين ضمن خطة عام 2023 طبعا المناطق التي باشرنا فيها ضمن خطة عام 2023 هي 57 منطقة وضيفت إليها ثلاثة مناطق جديدة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء المحترم كان هناك مشكلة كبيرة في منطقة السبع قصور الشوارع الرئيسية الثلاث حسب المسميات القديمة شارع أبو علي وأبو أحمد وشارع المشروع هذه الشوارع هي شوارع كبيرة تربط ما بين منطقة سبع قصور والفحامة يبلغ طول الطريق الواحد ثلاثة كيلومتر وبعرض أربعة عشر متر أمرت دولة رئيس الوزراء لغرض الإسراء بالإنجاز وتطبيق المواصفات تحويلها إلى فريقة جهد الخدمي وسلمت إلى شركة حمرابي مضى على مباشرتنا سبعة أيام الآن أشارع أبو أحمد وأشارع أبو علي وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 10% وجه دولته بأن تنجز جميع المراحل الثلاث للمناطق البالغ عددها 108 منطقة أن تنجز جميعها نهاية هذا العام